بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب الصفقة الثالث الثانوي إن شاء الله النهاردة نحل آخر جزء خاص بالجرامر في الوحدة التسعة واللي بيكلم على إذن فرق ما بين الباستنس اللي هي الأزمنة في الموادي سواء ماضي بسيط ماضي ماضي مستمر ماضي تام ماضي مستمر بيقول إن هو راح الكمبني وقابل السيلف مينجر اللي هو مدير المبيعات طبعا هاخد هنا مت طبعا هاب مت بره والمت يعني الاتنين دول ما همش نفعل لإن في عندي ماضي في الأول فاتفقنا إن الماضي بييجي مع أي ماضي بيجيش مع أي لمضارع ولا مستقبل طيب أول ما تشوف جملتين في الماضي وفي عندك and يبقوا الجملتين وراء بعد نفس الزمن ماضي بسيط ماضي بسيط طب إمتى تجيب ماضي تام إما يكون عندك after عندك before when as soon as no sooner هنا بقى ممكن يبقى في حدث قبل حدث أو حدث بعد حدث أبدأ بقى أن أنا أميز الأحداث باستخدام الماضي البسيط والماضي التام الحدث الأول في الماضي التام والحدث الثاني في الماضي البسيط إنما قال لك and حط الاتنين في زمن الماضي البسيط number two I haven't seen Mr. Ahmed the last time we met at the club يقول لكي لم ترى مستر أحمد من آخر مرة سنتقبلنا في النادي طب إيب عندي هنا present perfect وعندي طبعا past simple إيه اللي بالحاجات دي بيجي معها جملة في الماضي البسيط for when since ago طبعا since أوكي since دائما بيجي أعملها present perfect وبعدها جملة في الماضي الإيه البسيط طبعا for ممكن تيجي بس بيجي ورائي مدة زمنية number three the house until the doctor had come and examined my friend's father شايفين كلمة until until معناها حتى until دائما يا ما تلاقي جاي وراها ماضي تام أوكي لازم يكون قابلها ماضي بسيط وغالبا بيكون ماضي بسيط ماضي غالبا بيكون إيه في حالة الإيه الناج يعني بيقول أنا ما سبتش البيت لحد الدكتور ما جاه وكشف على إيه على والد صاحبي يبقى I haven't left I wasn't leaving I didn't leave I hadn't left يبقى قول إيه I didn't leave يبقى كلمة until بيجي قابلها past simple أوكي وبعدها إيه past perfect time until برضو أوكي until وafter وbefore وين ممكن ييجي بعدهم إيه present simple أو present perfect لو جاء معهم مستعبلا يبقى كلمة until وafter وbefore وين لو جاء وراهم present simple أو present perfect يجي قابلهم إيه future simple شفت future simple قد بعدهم present simple أو present perfect يبقى الماضي مع الماضي والمضارع أو المضارع التام مع المستقبل نخلي بالنا من الموضة دي كويس عايزة تخلي بالك من العلاقة اللي هي ما بين الأزمنة اللي هنم نتكلم عنها number four did you finish reading the novel يعني انت خلصت قراءة النوفل l-i-u يقول له انت خلصت قراءة النوفل اللي أنا ادتها لك يبقى will lend have lend will be lending had lend طيب تماما هو سأل بي يا شباب سأل بديد خلاص يبقى ماضي يبقى الماضي يقول إن هيجي معها ايه ماضي ما ينفعش هيجي معها لا مضارع ولا مستقبل طيب يبقى will lend دي بره we will be lending نفس الكلام بره يبقى تبقى ايه had lend اوكي هو كان ممكن يلغبطني اكتر ويقول لي lend بس يعني يجيب لي had lend ويجيب لي lend بس يجيب لي ماضي بسيط وماضي تام ويقول لي ايه اختار كنت اخدت ايه كنت اخدت الماضي التام ويخدش الماضي البسيط لانه بيقوله انت خلصت قراءة القصة اللي نندتها لك يبقى ان هو اخد القصة ده حد السابق فبحطه في الماضي التام اوكي وده بيترتب عليه ان هو ايه ارى القصة ولا ايه ولا لا خلي بانه number 5 while my mother our lunch i was doing my home work so i couldn't help her انا والدتي كانت بجهز الاكل او بجهز الغداء وانا كنت معملي بزاكر عشان كده اما عرفتش اسعد يبقوا واضحة الحدثين paralleled يعني ايه كلمة paralleled يعني ايه كانوا بيحصلوا في نفس الوقت طيب يحصلوا في نفس الوقت يبقوا يبقوا ايه نفس الزمن past continue واسماضي ايه مستمر يعني فيش يوم حدث اعطى حدث لان كل واحد كان مجهور في حاجة طيب يبقى ايه made has made was making is making طبعا ايه has made was making is making طبعا ايه has made برا اوكي اوكي و is making نفس الكلام لان دول ايه ها ده مضارع تام وده ماضي مستمر وانا عند ماضي بان ماضي بيجي مع ماضي تمام number six we research on the effect of global warming on daily activities يعني احنا عملنا بحث على الاحتباس ايه اه حراري اوكي اه وتأثيره على الشطة اليومية we are still working on it هل هما خلصوا هذا ليس شغالين فيه ليس شغالين فيه طيب had been doing, have been doing, will be doing, were doing طيب هنا يقول ايه we are مضارع طيب قلنا المضارع يجي مع ايه المضارع ما يجيش ماضي طيب نشوف كده ايه يبقى had been doing تنفع لا ما تنفعش لان ده مضارع طيب have been doing, will be doing طبعا ننفعش اقول will be doing لان انا بكلم على الوقت الحاضر ولا where doing دي ماضي ما تنفعش او افضل زمن ممكن استخدمه للتعبير عن شيء بدأ في الماضي ومازال مستمر اوكي او لسه له اثر في الوقت الحاضر هو المضارع البيئي التام have been doing number seven number seven i had here the good news i immediately congratulated my friend بيقول بمجرد ان انا ما سمعت الاخبار الجيدة انا على طول هنيت زمي then so once before طيب فيه هنا عندي حدثين ورا ايه ورا بعض طيب اه زن ما تنفعش اوكي زن يعني في الجملة دي ما تنفعش خالص لان معناه ايه ها ثم وده ما بتيجي في النص بيجي حدث قبله وحدث بعده اه so ولذلك برضو ما تنفعش معانا once وبعد كده before طيب بيبقى اخد طبعا كلمة ايه once وانس هنا معناه بمجرد ان عمنا زي كلمة as soon as يعني الفرق دي بتتمرن مع بعضها او الفريق ده بيتمرن مع بعضه قبل ما يدخل فيه اه اه منافسك مع اي فرقة تانية طيب I will have had has will have هو قال هنا في الجملة التانية ايه before they were given يعني عندي ماضي ايه ماضي بسيط قدنا الماضي بسيط بيجي معاي اما ماضي تاب اما ماضي بسيط زيه ما لا ينفعي معايه لمستقبل ولا مدور نشوف كده ايه ايه طريقة بتاعتك وانت بتختار الاجابات اه مضارحات مع مضارحة او مستقبل ماضي حات مع ماضي طيب يبقى have بر طبعا اه اه ده ايه يعتبر present has بردو بر present will have يعتبر ايه فيه تشوف من غير يعني ما يتعقد نفسك في الايه في اختيار ايه في اه يعني ان انت تختار الاجابة بتاعتك النهوم اه طلع الحاجات اللي انتو انتاش محتاجها الاول وبعد كده اللي فاضل ابدأ ايه قارب بينهم يبقى هما كلهم طلعوا خلاص يبقى انت بقى عندي ايه كلمتهات بس يبقى هده ايه ماضي ده مستمر من غير حتى ما اعرف بقيت الجملة ايه ده مضارع ده مضارع ده مستقبل ما ينفعش ليه مستر عشان عندي ايه عندي ماضي لازم اجب معا ايه ماضي number nine my uncle as a sales manager for twenty years but now he has his own time اه والده كان شغال sales manager يعني ايه مدير ما يبقى دلوقتي يقول ايه but now he has his own يبقى يقول لك but خلي بالك يبقى ده زمن وده زمن يعني الاثنين مختلفين يعني ما اقولش ان ده present يبقى اجيب معا present لا يبقى تلاقي كلمة but يبقى اعرف ان ده كانت فترة وخلصت ودي فترة ايه فترة تانية يبقى الفترة دي اوكي اما يجي لك انا مضارع تقول جايبه هنا ببطي على طول ليه لان احنا قلنا بط بتفصل ما بين الايه الفترات الزمنية يبقى 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 ده مضارع هنا اجيب بقى ايه العكس طيب يبقى اقول طبعا ايه يعني كان بيشتغل ك sales manager ودلوقتي بيشتغل حاجة ايه حاجة تانية طبعا ووز وركد ده هيبقى من المجول ما ينفعش والراجل موجود هو ده الفاعل موجود عندي برضو الاثنين ما يفوش لان قلنا دي فترة زمنية ودي فترة ايه تانية number 10 the village streets are muddy because it all night had rained had been raining has been raining will be raining هو قال هنا ايه l or يعني بيقول هنا ان شوارع القرية كلها طين بسبب ان هي كان بتشتي تون الليل طبعا هنا هاخد has been raining اللي ايه مسترخدت has been raining وبخدتش had been raining لان اتفاقنا نطلع ما قال هنا ار مضارع ايه مضارع ايه مضارع ايه مضارع لو قال لي the village street where ماضي كنت خدت had been raining number 11 he is still doing the exercise he ate for two hours now يعني هو لسه بيعمل عايز اقول ان هو شغال فيها بقالو ساعتين يبقى حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر في الوقت الحاضر يبقى has done has been doing had been doing was doing يبقى برضو has been doing نتخلي معنا من مقود is okay the present فمش ينفع اننا مع present اجيب ايه اجيب past سواء past continuous او past perfect continuous present يجي مع ايه present وقالنا قبل كده ان المضارع التاب ومضارع التاب مستمر بيعبر عن حاجة بدأت في الماضي وانتهت ولكن لها اثر او ما زالت مستمر فتخلي معنا من مقودة كويس طب امت تقول had been و ing لو بجمنا اللي قبلها ماضي لو قلك was لو قلك was قلك was should قلك played جاب لك ماضي حتمعها ماضي انما جاب لك present حتمعها ايه present او ايه او مستقبل مع بعض الرابط زي when و after و before نحن قلناها قبل كده number 12 food by mom what delicious meals she makes يعني الاكل دائما الولدتي بتعمله بيكون شاهم يبقى is never made is always made was never made is always making طيب هتبقى is always made لما قلنا طبعا باسف فور وابنية للمجهول لانه ايه الان الاكل بيتعمل مش بيعمل طب امت اقول is always making لو بدأت كيب ايه بكلمة mom لو بدأت مام يبقى mom is always making delicious food لانها بدأت بالفود يبقى قلناها باسف واس number 13 when we arrived the manager and urgent task we had to wait for a few minutes لما وصلنا كان المدير مجهول بمهمة عاجلة وعشان كده احنا عادنا ننتظر هنا وين جاي ورا حدثين ده الحدث التاني الحدث الاولاني كان ايه اه طبعا اللي هو سبقوا ان هما لما راحوا اطعوا المدير او كان المدير كان ايه ها كان شغال او كان في عنده مهمة معينة فحدث اطع حدث فيما تلاقي وين اوكي وجاي ورا الحدث اللي هو التاني باسمبل يبقى الحدث الايه الاولان اللي كان شغال في الاول اخلي باسط ايه كنتينووس يبقى يا طارق had done is doing was doing have done يبقى طبعا was doing يبقى وين ماضي بطيط ماضي مستمر او ماضي مستمر ماضي بسيط ولو طالما الحدثين اطلب بعض من فعش الاثنين ماضي مستمر جابلك بسيط حطل مستمر جابلك مستمر حطل بسيط ولو الحدثين بيحصلوا في نفس الوقت يبقوا لاتنين ماضي ايه مستمر came number 14 unfortunately the car, it GAED deveै Jungkook before we left the village it broke down يعني السوق الحظ العربية اه يعني لم يتم افحصها به شكل جايد قبل اخر نسي مزيط ابل منسيب القرية بدليل انها ضرور جابلك اتتتكون يعني ايه طالت suivre ones had been had been 多ا انا اخد مباري طبب كل اختبارات ماضية مستمر تأخذي بقى انا عايز باسف بويس باسف بويس يعني ابني المجهول لان العربية مش هتفحص نفسها هي تفحص طبعا عندي اتنين عندي هادن تبين عندي هادن تبين هي العربية تم فحصها كويس وذا لم يتم فحصها لم يتم فحصها ليه لان هي بروك داو اتعطلت يبقى اقول هادن تبين يبقى هادن تبين اتشيك دويل يعني الباحثين بيرحصوا الاثر بتاع مرض او الفيروس كويس 19 اوكي they are still doing these tasks اما بدأوا فيه اما زين طيب هادن 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 طبعا تبين هادن تبين هادن تبين هادن تبين سواء بدأ في الماضي ها وانتهب السلوء اثر في الوقت الحاضر او بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الوقت الحاضر او انها بستمر من ايه البرزنت بيرفكت او البرزنت بيرفكت ايه كنتين بقول طبعا هاد ايه افبن وبرضو خلي بالك هنا بيقول لك هنا ايه ار لاحظين المضارع مع المضارع والماضي مع الماضي نخلي بالك نمبر 16 مقرد ان هي ما رجعت البيت ادركت ان هي نيست الساعة في المكتب هادن لفت هادن لفت هاخد هنا هادن لفت طب ليه مصر خدت هادن لفت اوكي ليه ماخدتش هادن لفت اولى لان الجملة اهو ده جملة تعتبر اكتف ما من المعلوم ليست ما من المجهول لو بدأت بالووتش كنت قلت هادن لفت انما انا عندي ايه الفاعل موجود فننفعش اقول هادن لفت وطبعا اقول ليه ما تنفعش وهازن لفت ما تنفعش لان انا عندي هنا ماضي فالماضي يجي مع ايه طيب طب لو كان في في الجملة دي مستر ماضي بسيط كان ينفع لا ما كان شيء ليه لان انا عندي هنا انا بقول هي انا رجعت البيت ادركت ان ايه في حدث قبل دول حصل ان هي نست ايه الساعة ايه متاعي تفين في المكتب الترك اللي هنا ان انت اولى بتشوف او 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 مثلا افتر او نوس سونر الممكن اشير كلمة او او هنا واقول افتر 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 شي ريترنت هوم اوكي دول افتر شي ريترنت هوم اوكي ويبقى ابصت لابلك ماضي بسيط وماضي ايه وماضي تام فتقول خلاص طالما افتر جا بعضاه ماضي ايه بسيط يبقى جملة تانية ماضي بسيط لان ايه لو لو انا هجيب ماضي تام هحطه بعد كلمة as soon as او after او no soon لا كلام ده طبعا ما هو شيء مصبوط فنخلي بالنا بالمعنى ده لان المعنى ده بيبقيها فريكي شوية في خدعة فنخلي بالنا بالنسبة نمبر 17 يعني هو مش عارف ايه يدخل على المقابلة الموجودة على ايه او او الاجتماع المعمول على الانترنت بكوز ليه a hard time connecting to the internet واضح انها حاولت انها تطفل من التغمائها وطبعا ما اعرفت شيء بقى was having هاخد هنا ماضي مستمر للتعبير عن حدث اخذ duration فترة من ايه الزمن طبعا نفعش اقول is having ولا have having ولا had had اوكي طيب لماذا نفعش اقول is having ولا have had لانه ده ماضي او couldn't join اوكي طيب هاد هاد ده ماضي تام انا هنا انا مش عايز ماضي تام ده انا عايز اعبر ان هي قعدت فترة تحاول تتصب الانترنت بس ما عرفتش عبر على duration ها يعني حدث او زمن مستمر يبقى اخذ الباص سكنتينوز نمبر 18 I for 30 minutes when my friend reached the company انا قدت مستني 30 ايه ها دقيقة لحد دقيقة صحبي ما ايه طبعا my friend reached the company ما وصل الشرك I have waited I had waited I had been waiting sorry I have been waiting I had been waiting هو قال لي في جملة تانية ايه قال لي reach ولا reach قال لي reach الماضي يجب معه ماضي خلاص طيب يبقى have waited بره ما تنفعش have been waiting ما تنفعش وفي هاد waited وهاد been waiting فراك ناخد ايه هو قال لك انه قعد ثلاثين دقيقة مستني يبقى انا في عندي ايه يبقى ايه يبقى have been waiting خلي بان number 19 she three lessons before she went to bed ذكرت ثلاث دروس قبل ما تروح الات قبل ما تروح تنام before gay بعدها ايه ماضي بسيط اوكي يبقى الجملة التانية ايه ماضي ايه ماضي تان طيب يبقى have revised had revised had been revising had been revising شوري has been revising و had been revised اخد ايه طبعا هنا هاخد had revised طب ليه مستر ما خدماش had been revising يمشي عادة مدة برضه بتذاكر وتراجع اوه لانه ذكا ان هي ايه three lessons خلالي انا كلمة ادي three lessons لو قال لك الحدث اللي بيعمله ده حدد العدد المرات بتاعته يبقى انفعش تستخدم معه زمن اه 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 مستمر سواء مضاره تان مستمر او سواء ماضي تان مستمر اوكي يعني لو قال لك مثلا she lessons before she went to bed كده كنت ممكن استخدم she had been revising lessons before she went to bed انما جاب لك عدد الدروس اللي هو اذاكرها يبقى انفعش تستخدم معه صيغة مستمر او استخدم معه ماضي تان بسيط وليس ماضي تان مستمر number twenty have you received a reply to your complaint يعني هل الحد رد على الشكوى بتاعتك قال له yes i ate yesterday قال له i received i had received i was receiving i have received منفعش طبعا عند شونا ناس أل بها فنقول yes i have received انا بقول yesterday حدس يبقى هو ايه هو بالفعل ها تم الرد عليه لان هو بقول لك يسترده حدس وخدس يبقى ايه طبعا نتبقى ماضي بسيط طب ماضي تان ما تنفعش ماضي تان ما بستردموش الا في حالك وجود حدسين عايز ايه اه اميز ان ده الحدس الاول وان ده الحدس التاني فبحط الحدس الاول في الماضي التام والتاني في الماضي البسيط بسيط number 21 i was exhausted يعني انا منهج جدا because i been working all day long طبعا لاني قاعد شغال طول اليوم هو قال هنا ايه ال i am or the i was نخلي بنا من حاجات دي لان دي this is the key for the right answer يعني ده مفتاح الايجابة الصحة i had been working have been working have worked had worked تمام مش الوز اوكي يبقى اي مضارة ما تنفع الشمعي الماضي يجي معه ماضي خلاص يبقى have been working برا or have worked برا يبقى عندي had been working or had worked طبعا عندي ماضي التام مستمر وماضي التام هاخد ايه هاخد ماضي التام مستمر ليه اللي يقولك all day كان في كان في ديوريشن كان في عندي فترة زمنية طالما في ديوريشن مدة زمنية وفترة زمنية الحدس اعد فترة عشان يحصل فيها بستخدم ايه الصيغة المجتمرة للزمن number 22 selma to leave the house as soon as she feeds her cat because she has an urgent meeting selma has been got will have to got get نبوصل باقي القملة قلنا نبوصل القملة لو القملة في منها ماضي في جوز منها ماضي اجيب التاني طب فيه present symbol او فيه present perfect اجيب الجملة التانية ايه مستقبل يبقى الماضي مع الماضي والمضارع والمضارع التاني اجيب معا ايه مستقبل هو قال هنا ايه feet اوكي وعد كده قال شي has an urgent meeting يبقى جاب المضارع يبقى جاب معا ايه مستقبل يبقى has been got will have got get ستبقى طبعا will have توني يعني كاتموططع يعني هي ستضطر ان هي تمشي مجرد ان هي بعد ما تأكد ايه اه الكات لان هي عندها مقابلة عاجلة اللي بنا من الجزء ده مضارع جاب معا مستقبل لما ماضي جاب معا ايه ماضي i will wait till my friend before i order food قال لي بالك من till till and until it is a bar اوكي time had arrived arrived has arrived was arriving هاخد has arrived طب ليه مستقبل هات arrived اوكي انت مش اه الجملة التانية انت قلت till and until اه ييجي بعدها اه ماضي تام وقبلها ايه ماضي بسيط واحانا بيبقى ماضي بسيط ايه شي اكتر احان بيبقى ماضي بسيط منك اه ولو جاب ماضي بسيط خلط ماضي تام انما انا قلت لك لو جاب مضارع اجيب مستقبل ولو جاب مستقبل اجيب ايه مضارع خلي بالك من القاعدة دي اللي انا قاد بكرر فيها من ساعته هاي جاء هنا ايه will wait كلما جاء لك مستقبل ايه بقى اجيب الجملة التانية ايه اما present simple اما present perfect القاعدة بتاعتك دي احفظها كده اوفهم خلاص يمنفعش اقول لما ماضي تام ولا ماضي بسيط unfortunately i got low marks انا جبت درجات سيئة لسوء العظم i wish harder when i had the time طيب ان عندك wish طيب شوفوا الاجابات ونختار i had studied studied would study have studied وش جاف جملة التانية ايه i had had طيب دلوقتي نركز معي كده حلونا وش ممكن يجيو اراها اما ماضي بسيط اما ماضي التام هي باسمبل هي باس بيرم ايه الفرق لو جاء وراءها باسمبل بده بسميه fake post يعني ماضي مزيخ لانه يعبر عن امنيه غير متحققه في الوقت الحاضر طيب لو جاء اه وراها ماضي تام ويعبر عن ايه عنه ايه انا دم او انا ندمان انا انا يضرب حقوق دعم او انا انا بقى ايه ما اعملت ايه 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 طيب أنا كنت المفروض ذكرت أفضل من كده فهأخذ طبعاً الحادث الثديد اللي هو الماضي التام للتعبير عن الأدم في الماضي النومبر 25 النومبوليست الروائي عصل على جائزة بسبب الماضي القصص كانت من أسبوع فات قال لك إيه أويك أجل أكلب أنا من الكالنات اللي هي الإيه الدلة على الزمن طيب يبقى هاد أوفرد أوفرد هاز بين أوفرد ووز أوفرد طيب يبقى نومبوليست طبعاً نقول هنا إيه أوفرد لأن إيه لأن الجائز لأن الرواية مش هيمنح نفسه الجائزة هو هيمنح الجائزة أوفر هنا تيجي معنى منحة خلاص يبقى طبعاً أنا أخذ طبعاً أنا مش هم فأخذ هاز بين أوفرد لأنه ده مضرع تام والجملة عندي أويك أجو طب أوفرد ما فعدش ليه لأنه دي في مبدل معلوم طب هاد أوفرد أوكي أنا ما عنديش هنا حدثين أنا عندي هاد أسوا أوكي فأستخدم الماضي المسيط بس بالإضافة لأن الجملة عندي هنا ها نوفلست يعني أعتبر مفعول هو اللي حصل على الإيه الجائزة أنا عايز بس بالفورم يعني أنا عايز مبدل بقولي بقول إيه was offered number 26 most of the plays معظم المسرحيات by sheikspere were translated to different languages حلوة القملة دي وفيها تريك نخلي منها يعني معظم اللغات اللي هي المسرحيات كتبت عن طريق sheikspere تم ترجمتها لغات مختلفة which written were written written writing القملة دي بس بالفورم وفي البس بالفورم لما جاء استخدم relative pronoun يعني ضمير واصل اللي هو which أو هو الحقيقة اللي احنا قدناها دي قبل كده لازم تقول which وبعدها verb to be وبعدها post برتصف يعني تقول which is or was or where وبعدها الفعال في التصريف التالي ما ينفعش تقول verb to be وتصريف تالي بس يعني ما ينفعش تقول مثلا be وتصريف وتصريف التالي ما ينفعش وما ينفعش تقول which مثلا وتجيب التصريف التالي بس يعني ما تجيب which أو who حسب الضمير واصل الموجود عندك في الجملة وبعدها verb to be وبعدها التصريف التالي يعني تعتقد حاجات دول ورا بعض يأما تجيب التصريف التالي بس طيب يبقى أخذ هنا which written where written written writing أخذ طبعا in a written أضحى نخلي بنا من الترك الموجود في الجملة دي number 27 I missed the start of the movie يعني هو بجأة الفيلم رحي تعالي معنى الكلام دقي when I reached the cinema the film had started when I reached the cinema the film hadn't started when I reached the cinema the film will start the film won't start till I reached the cinema طبعا هاخد بيجاب اللي يبقى هو وصل بعد الفيلم ما بدأ الجملة الحطياني معنى انه وصل بعد الفيلم ما بدأ هي الجملة رقم A when I reached the cinema وصلت كان في حدث تاني بدأ اللي هو الماضي A التام وقالنا دائما الماضي التام بيسبق الماضي A الماضي البسيط لانه ده الحدث A الأول 28 which of the following is structurally correct ورد في جملة من دول صح والباقي غلط The naughty boy was punished because he has made many mistakes The naughty boy was punished because he had been made many mistakes The naughty boy was punished because he had made many mistakes The naughty boy has been punished because he had made many mistakes لازم طبعا الجملة كلها تبقى من ناحية الزمن واحدة يعني في ماضي يبقى ماضي معها فعشاء المضارعه ماضي ونفعش أقول ماضي ومستقبل ده نحن قلنا قلنا ممكن نقول مضارع ومستقبل معه أو ماضي وماضي إنها مفعش تجمع ما بين مستقبل وماضي أو مضارعه ماضي وماضي طبعا هاخد The naughty boy يعني ولد عقب ولد الشقي ليه لأنه he had made many mistakes يبقى هنا عندي ماضي بسيط وعند هنا ماضي ماضي يعني يبقى الانتين ماضي طيب ما فيه واحدة هو أيا نوستر برد نفس الكلام ماضي بسيط هو مبني المجهول وبعدها ماضي تام بس هذه مبني المجهول هو الواد يا ترى هوت عمل ولا هو اللي عمل المستيكس هو اللي عمل المستيكس يبقى جملة active يعني معلوم وليست مجهول الجزء اللي فوق ده جزء التاني بتاع المجهول فجملة ما تنفعش لأنه he had been made اوكي إنما لا الواد هو العمل المستيكس يبقى he had made many mistakes number 29 which of the following sentences is structurally incorrect خلي بالك incorrect يعني غير صحيحة scarsely had i gone to the club when i met my friends hardly had i gone to the club when i met my friends hardly had i gone to the club when i met my friends i had scarsely gone to the club when i met my friends no stoner had i gone to the club then i met my friends طبعا الجملة اللي يرصح هتبقى letter d لأن كلمة no stoner ما جاسترد معها عدت ربط عشان تربط A completely ثلاثتين أنا بأسرد من حاجة اسمها ZAN هو الزن يبقى no stoner ZAN زي كلمة scarcely hardly كده بيجي معها كلمة A كلمة when إنما no stoner اقول no stoner ZAN هو جايب ZAN يبقى جملة غلط يبقى يدور على incorrect جملة غير صحيحة يبقى كله صح بس في جملة غلط number 30 which of the following is structurally correct واحدة من دول بس صح والباقي غلط I want to go home until I had finished all my work I want to go home until I finished all my work I didn't go my home until I had finished my work I didn't go home until I had finished my work طبعا تبقى letter D طب ليه مستر نحن قلنا until جاء بلاها ماضي بسيط يجب بعدها ماضي تاني إنما ما نفعش أجيب قبلها ماضي بسيط و بعدها مضارعة تاني ما نفعش أجيب قبلها مستقبل و بعدها ماضي إنما قلت لو جاء مستقبل يجب مضارعة إنما لو جاء ماضي يجب number 31 which of the following is correctly structure في جملة من دول صحيحة والباقي غلط I met عيسى last week I haven't met him since 28 I met عيسى last week I hadn't met him since 2018 I will meet عيسى next week I hadn't met him since 2018 I have met عيسى last week I hadn't met him since 2018 طيب نقوم لدي جميلة أول فيها إيه؟ فيها تركة كده ممكن الناس كثيرة تلغبط إيه؟ طيب نحن نأخذ الإجابة طبعا هتبقى الإجابة إيه؟ I met عيسى last week I hadn't met him since 2018 طيب ليه مستر جملة اللي فوق غلط مش إحنا قلنا since بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط بس ما يكونش فيه جملة قبلها وصفت إنه كان فيه حدث قبله هو قبل عيسى الأسبوع اللي فاته طيب يبقى الحدث اللي بعده كده خلاص يبقى لازم يكون ماضي وليس مضارع تام يلازم يكون ماضي تام وليس مضارع تام يعني لو شكت الجملة بتاعت I met عيسى last week كنت قلت إيه؟ I haven't met him أو I haven't met عيسى since 2018 إنما فيه جملة جات في الأول في الماضي وصفت الكلام اللي أنا بتكلم عليه يبقى جيب ماضي تام وليس مضارع تام خلي بنا نقوم 23 23 Oh sorry 32 Which of the following sentence is structurally correct واحد من دول برضو صحيح والبقي غلط 24 سأخذ رقم سأخذ رقم سأخذ رقم سأخذ رقم سأخذ رقم سأخذ رقم هي جملة صحيحة بس طبعا كلمة وين ما ينفعش مع كلمة ايه انا قلت كلمة نو سونر يجي مع ايه نو سونر دان انما وين تيجي مع ايه اوكي هو بس الغلطة هنا موجودة في الرب طيب ثانك سباوتو كنا نكون خلصنا حل الاسئلة الخاصة بكتاب المعاصر اللي هي طبعا بتوضح الفرق ما بين اربع ازمنة في الماضي ال past simple past continuous past perfect and past perfect continuous ننتظروا ان شاء الله مع شرح الوحدة العشر شكرا لكم